أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي تقدم بالتهنئة للرئيس الكيني على فوزه مؤخرا بالانتخابات الرئاسية الكينية متمنيا له كل توفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار كما أكد الرئيس السيسي على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا والأهمية التي يليها للتنصيق والتشاور مع شقيقه الرئيس الكيني بشأن القضايا الإفريقية لما يتمتع به البلدان من دور إقليمي هام في صون السلم والأمن على مستوى القارة الأفريقية وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس الكيني أعرب عن اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة وتقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها مثمنا متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مؤكدا وجود أفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترق بين مصر وكينيا كذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترق على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرضوة لدول وشعوب القارة ولتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القري على كافة المستويات كما تناول الاتصال التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترق خاصة قضية سد النهضة حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشترقة لدميع الأطراف ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض نيل